لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقبل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المساعد أعزائي المشاهدين أنا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات نقل أم العقل وعن وان حلقتنا النهاردة هيكون ابن حجر جهمي مبتدع والنهاردة هنتكلم عن الجهمية وزي كل الحلقات هنستشهد بكلام ابن تايمية ونشوف رأي ابن تايمية إيه في الأشعارة مجموع فتاوي ابن تايمية كتاب العقيدة كتاب الأسماء والصفات الجزء الثاني وبقى المرجع هتلاقوه قدامكم على الشاشة بيقول الأشعارية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جبرية في باب القدر وأما في الصفات فليسوا جهمية محدة بل فيهم نوع من أتجاههم وإحنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا يعني إيه قدرية جبرية وهنتعرف النهاردة يعني إيه جهمية وهنشوف ابن حجر قال إيه عن الجهمية أول حاجة فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى التوحيد الله تبارك وتعالى ابن حجر عسكناني بيقول لأن الجهمية وغيرهم من المبتدعة يبقى دلوقتي حكم الجبرية عند حكم الجهمية عند ابن حجر إنه هما إيه مبتدعة خلينا نشوف كمان كتاب تاني بيشرح يعني إيه جهمية وهنقض فكرة كده مختصرة عنه هنروح للكتاب والكتاب اسمه البدعة ضوابطها وأصارها السيء في الأمة بيقول إن الجهمية أتباع الجهم بن صفوان هم أتباع واحد اسمه الجهم بن صفوان وقد أصلت الجهمية أصلا وهو أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يكلم أحد ولا يرى بالأبصار في الآخرة ولا مستوي فوق عرشه مباين لحلقه ولا له صفة تقوم به وبناء على ذلك ردوا أو أولوا كل ما جاء في كتاب الله أو صنة رسوله يخالف في ذلك الأصل يعني الجهمية بينسبوا اللي واحد اسمه الجهم بن صفوان ومسهبهم قالوا إن الله مش بيتكلم ولا بيكلم حد وهم حدش هيشوفه في الآخرة ومش مستوي على عرشه أو فوق عرشه وبناء على كده خلفه طبعا كل اللي جاء في القرآن والصنة يعني لو جاز التعبير عن كلامهم بمسهب هو تعطيل أو تأويل أو نفي الصفات عن الله خلينا نشوف مرجع تاني لابن تايمية يتكلم عن الجهمية وبيقول لنا إيه فشرح الحموية لابن تايمية عبد العزيز ابن عبد الله الراجح بيقول إيه وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حمد ابن الزايد يذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء يعني إيه؟ يعني الجهمية بينكروا جود الله إزاي؟ هلأخص لكم اللي فات وهنفى مع بعض كل اللي أنا قلته نلخص اللي فات عن عقدة الجهمية عشان نروح للنقطة الجديدة اللي بعدها فعايزاكوا تركزوا معي هم مبتدعة زي ما وصفهم ابن حجر أنكروا جود الله بس إزاي؟ عن طريق تعطيل أو نفي صفات الله أو تأويلها على غير المراد منها زي إن الله مش بيتكلم ولا يكلم حد ولا حد بيشوفه أو حد هيشوفه يعني فينا الله كده يعني أنا لما عود أقولك مثلا وصف لي حاجة فتقول لي وصف لي مثلا نخلة تقول لي ما فياش جزة ما فياش ورق ما فياش بلح ما فياش كذا ما فياش يبقى مش موجود ما فياش جزة يبقى مش موجودة أنت بتفسف حياة مش موجودة أصلا طيب يبقى هم أنكروا الله بالطريقة دي دلوقتي هنشوف هل عقيدة ابن حجر بتوافق عقيدة الجهمية اللي هو بنفسه قال عليهم مبتدعة ولا لأ هنروح لحديث في كتاب التوحيد فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب التوحيد ابن حجر بيقول لنا كده وقال ابن بطل وطلع ما ابن حجر بيستشهد بابن بطل ما بيش بيرد كلامه يعني هو موافق على كلامه قال ابن بطل تمسك به المجسمة فأثباته لله السورة وطبعا مين اللي أثبتوا لله السورة السنة أهل السنة والجماعة هم اللي أثبتوا لله السورة هو طبعا إحنا خدنا في حلقة قبل كده أنه هو بيسمي أهل السنة والجماعة أنه هم إيه مجسمة فخلينا نشوف الشيخ البراك هيعلق عليه ويقوله إيه قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي تعرفون يستدل أهل السنة به وبغيره على أن لله تعالى صورة هي أحسن الصور وإنها لا تمسل صورة أحد من المخلوقين فالقول فيها كالقول في الوجه وسائر الصفات وما نقل الحافظ عن ابن كطيبة وابن كطيبة ده يعني بيعتبر خطيب السنة وإحنا هنتكلم عليه في الحلقة الجاية ويقول كده وما نقل الحافظ عن ابن كطيبة هو الصوب فإنه جار على مذهب أهل السنة وأما ما نقل عن ابن بطال اللي احنا شفناه مع بعض أما ما نقل عن ابن بطال من نسبة إثبات الصورة إلى المجسمة فهو عن طريق الجهمية وما انتبعهم من وصف المسبتين للصفات بالتجسيم وهم براءة من التشبيه ومن إطلاق الجسم على الله نفيا أو إثباتا وهنا الشيخ البراق بيأكد كلام ابن بطال اللي نقل ابن حاجر ده كلام الجهمية اللي بيقوله أن أهل السنة أنهم طبعا مجسمة لأنهم أثبتوا لله الصورة خلينا نشوف كتاب تاني في سحي البخاري كتاب الرقاق باب أسراد جسر جهنة بيقول إيه في الحديث طبعا في الحديث اللي احنا أنوانه ده يعني في الحديث ده سألوا الرسول قالوا له هل نرى ربنا يوم القيامة وبعد طبعا لأن حديث طويل جدا فأنا ممكن ترجعوله بعد كده هنلاقي كده هيقول وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير السورة التي يعرفون يبقى أول مرة ربنا هيجي في السورة بس المسلمين مش هيعرفون فيقول أنا ربكم فيقولوا إن نعوذ بالله منك هذا ما كان أنا حتى أتينا ربنا فإذ أتنا ربنا عرفنا فيأتيهم الله في السورة التي يعرفون طبعا الحديث بيذكر إيه بوضوح إن إن لله سورة فهنشوف ابن حجر هيقول إيه عن الصورة عن صورة الله اللي طبعا أثبتها الحديث بشكل واضح ابن حجر بيقول فيه حسوة تقدير يأتيهم بعض الملائكة طلا ورجحوا عياض قال ولعل هذا الملك جاءهم في صورة أنكروها لما رأوا فيها سمة الحدوث الظاهرة على الملك لقيته مخلوق وطبعا ده هنا قف هنا وقفة وده شيء خطير جدا ابن حجر مش بينكر يعني إن لله سورة لا ده كمان بيأولوا السورة إنها سورة الله مخلوقة خلقها في ملك يعني الملك هيجي يقولهما أنا الله يعني الله خلق سورته في ملك والغريب طبعا ابن حجر بيقول إن الناس يوم الأيام هتنكروا السورة اللي جاءهم يعني فيها الملك أول مرة ليه لأن ده مش الله ده ملك والملك بيقولهما أنا الله طيب والحديث برضو بيقول فأتيهم الله في السورة التي يعرفون يعني مرة الناس أنكروا السورة ومرة الناس ما أنكروش يعني الناس وفقوا طيب فلما أنكروا السورة أول مرة لأنها مخلوقة ما أنكروش السورة تاني مرة يعني الله عنده سورة هنشوف ابن حجر هيقول لنا إيه ابن حجر عايز ينفي السورة فأخذ الجزء من الحديث أخذ الجزء الأول من الحديث ومش كده وبس ده كمان هيأولها برضو بس نشوف تعليق الشيخ البراق على كلام ابن حجر بيقول كده إيه ونفي السورة عن الله تعالى عن الله تعالى هو مسهب الجهمية وتابعهم في ذلك المعتزلة والأشعرة يعني بيقول إيه ابن حجر جهمي أو معتزلة أو أشعاري يعني ابن حجر مش من أهل الصنة والجماعة ولذلك احتاجوا إلى تأويل هذه النصوص بما ذكروا الحافظ وهي تأويلات حقيقتها تحريف الكلام عن موضعه واتهم صريح لابن حجر أنه محرف إذ ليس لهم من دليل عقلي ولا نقلي يوجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها إلا ما هو من جنس حجة الجهمية في نفي جميع الصفات والأسماء أو جميع الأسماء والصفات وهي حجة ضاحضة ومسهب ظاهر الفساد يعني مسهب ابن حجر اللي الناس بتاخد فتح الباري لشرح صحيح البخاري مسهب ظاهر الفساد فحنا لاحظنا كلام الشيخ البراق إيه؟ قالنا في الصورة عن الله ده مسهب الجهمية يبقى ابن حجر على مسهب الجهمية لأنه بينفي الصورة كمان والشيخ البراق كمان بيتهم ابن حجر بالتحريف وبيقول ولذلك احتاجوا إلى تأويل هذه النصوص بما ذكروا الحافظ وهي تأويلات حقيقة تحريف اكتلم عن موضعه يعني ابن حجر محرف أول صورة ابن حجر عمل فيها إيه؟ نفيها ولما أنكرها الناس قال لك الحمد لله أنكرها الناس يبقانين فيها طيب لما جاء الله في الصورة غير الصورة التي يعرفون نفيها طيب في الصورة الثانية بقى مرة تانية الله جاء في الصورة إيه بيعرفوا ويقول كده إيه؟ فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فاضطر ابن حجر يأولها هنشوف إزاي ابن حجر أولها بعد ما نفيها فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق باب أصرات جس جهنم أنا أعيد الحديث مرة تانية عشان مهم يأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك ابن حجر قال إن اللي هيجي هنا دم لك فيقولون نعوذ بالله منك هذا ما كان حتى يأتينا ربنا فإذ أتانا ربنا يقول فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون يبقى الله هيجي لهم دلوقتي في الصورة التي يعرفون ابن حجر هيعلق بقى يقول إيه فتح الباري راح قال لنا إيه وقال يحتمل يحتمل وكها رابعا وهو أن المعنى يأتيهم الله بصورة أي بصفة يعني قال الصورة الله دي عبارة عن صفة خلاص وبعدين رح قلق تصهر لهم من الصور المخلوقة التي لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلك فإذ قال لهم هذا الملك أنا ربكم ورأوا عليه من علامة المخلوقين ما يعلمون به إنه ليس ربهم استعازوا منه لذلك طبعا ابن حجر لما يقول أولا وثانيا وثالثا ورابعا بيقول نفس المعنى ونلاحظ إن ابن حجر عمل إيه أول الصورة على إنها صفة طيب إحنا النهاردة هنلخص إحنا قلنا إيه في الحلقة مع بعض أول حاجة الجهمية هم مبتدعة زي ما وصفهم ابن حجر أنكروا وجود الله ولكن عن طريق تعطيل أو نافي صفة الله أو تأويلها على غير المراد بينها زي إن الله لا يتكلم ولا يكلم حد ولا أحد يرى وشوفنا حديث إن الله يأتي مرتين في سورة في أول سورة وابن حجر نفاها وتاني سورة أولها إن هي صفة وطبعا إحنا شوفنا المراجع اللي بتأكد إن دي عقدة الجهمية يعني ابن حجر جهمي وخلينا تابعوني الحلقة الجاية هنستكمل إزاي ابن حجر أول الصورة وقال عليها إن هي صفة فحديث أخرى وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا من أنت ترد بعقله من أقبل بعقله وإذا أرد بعقله وإذا أذكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بيننا وكل المشاكل